أسعد الله وأوقاتكم بكل خير تلاميذ الأعزاء سوف نتابع اليوم في حل التدريبات القرائية من درس الديكو الطائر تابعوا معي السؤال الأول ما الطائر الذي فاز في مباراة الطيران الطائر الذي فاز في مباراة الطيران هو الديك السؤال الثاني كيف صار الديكو يقضي نهاره وليله بعد فوزه صار الديكو يقضي نهاره وليله يتحدث عن بطولاته ويأكل ويشرب كثيرا ولا يتدرب على الطيران أحسنت السؤال الثالث أضع عنوانا آخر للقصة الديكو المغرور ثانيا السؤال الأول ما الجائزة التي حصل عليها الديك؟ ما هي الجائزة؟ الجائزة التي حصل عليها الديك هي العرف الأحمر السؤال الثاني أضع إشارة صح أمام الإجابة الصحيحة فيما يأتي لم يستطع الديكو الطيران في المرتين الثانية والثالثة لأنه كان متعبا؟ أم لم يتدرب على الطيران؟ أم يحمل غرفه الأحمر فوق رأسه؟ أم كان ثقيلا وسمينا؟ لم يتدرب على الطيران حصوله على العرف الأحمر أحسنت وماذا نتج عن كثرة الأتل والشرب؟ أصبح ثقيلا وسمينا ولم يستطع الطيران أكمل وفق النموذج الشخصيات في القصة شخصيات رئيسة وشخصيات فرعية الشخصية الرئيسة كانت أديك أحسنتم الشخصيات الفرعية هي الحمامة والعقعق أحسنتم ماذا عن الصفات الخارجية والصفات الداخلية؟ صغاري للشخصية في القصة نوعان من الصفات صفات خارجية تصف الشكل والسلوك وصفات داخلية تصف القيم والمشاعر والأخلاق ما هي الصفات الخارجية للديك؟ كان ثقيلا وسمينا ووجهه قرمزي ماذا عن صفاته الداخلية؟ كان كسول ومتكبه ومغرور ننتقل الآن إلى اللغة والتراكب السؤال الأول أختار من مقدمة القصة كلمتين مترادفتين الطيران والتحليق ما مفرد كلمة جوائز؟ جائزة ما ضد كلمة متواضعا؟ متكبرا ما جمع كلمة طير؟ طيور السؤال الثاني أصوه وفق النموذج الآتي منتبها للكلمة الملونة هذا الديك المركز الأول من يعطيني جملة على نمط هذه الجملة؟ نال المتسابق المركز الأول أحسنت الجملة الثانية سقط الضيك على الأرض مرة ثانية من يصوخ لي جملة على نمط هذا النموذج؟ وقع الطفل على الأرض مرة ثانية السؤال السادس قصة الديك الطائر قصة خيالية أذكر دليلاً على ذلك من القصة حصل الديك على جائزة كبيرة هذا دليل على أنها خيالية السؤال السابع أميز الحقيقة من الخيال فيما يأتي ما زال العرف الأحمر فوق رأسه ثابتاً هل هذا خيال؟ أم حقيقة؟ بالطبع حقيقة الجملة الثانية حصل الديك على جائزة كبيرة والجائزة عرف أحمر هل هذا حقيقة أم خيال؟ بالطبع خيال شكراً لحسن استماعيكم إلى اللقاء شكراً للمشاهدة